السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم محبي مسلسل المراسي لكم ملخص الحلقة 305 ولكن قبل أن نبدأ اشترك في القناة وفعل زر الجرس لكي يصلك على كل جديد أسيا بتقول للجوهرة هي سطحي ولشو أسيا بتقول للجوهرة إن شاء الله فكرة صدقت أنه في حدي خاني من أول ما فت على هالبيت وأنا كنت بعرف على شو راسمي الجوهرة جوهرة بتح مع فاهد وين لقيته بيشهد وفاهد بيوضح له أنه عمل كل شي عمله حتى يحمي شهد يوسف بيجيب أبو مصعب لعندهم على البيت أو بيحكي خديجي هاد راح يهتم بالزراعة يوسف بيوصل لمريم ما تفضح حالة وتكشف أبو مصعب أبوها مريم تفرح كتير بيجيب أبوها للقصر شاهد بتروح وبتحكي مع لينا عن موقف مشاعر وليش غيرت رأيالينا بتقول لها الحقيقة قدامك جوهرة بتزور زيد بالشركي سهرة بتحكي لطلال لازم يهوي يكون مكان زيد بالشركي ويحرك حاله ويعرف كل أسراره زيدة بيطلب منها تساعده بموضوع عهود لأنه هو المهتم المتهم المتورط عهود قدامه بكل مكان وهي حبته كل هالسنين بتقول له بدك ما تبرر لي اللي برر لمشاعر تطلع جوهرة وبشوفها يوسف وبتقول له عم زور ابن خالي بتقول له ليش هلا السؤال بتقول له فيك بتقوله غير ماجد ولاده بيجهزه العشاء لخالد لينا وزينا بيلبسني لا يرحني بيتعمل منصور بيجيب حلو مزنى بتقول له ماجد اتصل بخالد اتأخر شوف وين صار ماجد بيتصل وخالد ما بيرد لينا وزينا بيكوني جاهزات وبيقولني لأبوهن نحن جاهزات بيقول افتحوا الباب وصيت على العشاء ونحن ماننا ريحيين على العزيم